ونبقى في محافظة عجلون إذ ارتفع منسوب المياه في منطقة بركة الحميرة في عبين مما أدى إلى فيضانها وتشهد منطقة البيادر في عبين ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه جراء الهطول المطري مما أدى لإغلاق الطرق المجاورة وطالب السكان في عبين بضرورة إيجاد حلول جذرية لارتفاع منسوب المياه عند كل هطول مطري مما يشكل خطور عليهم من عجلون ينضم إلينا مراسل المملكة أسامة المومني أسامة كيف يتم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في منطقة أو في بركة الحميرة نعم بداية الرز حيث نتواجد في محافظة عجلون بلدية عجلون الكبرى تعاملت مع انهيار جدار استنادي ومداهمة مياه أمطار أو على ما يبدو بأنها انفجار نبع داخل أحد المنازل في عين جنة وذلك وفقا لبلدية عجلون الكبرى إضافة إلى انهيار منزل قديم في بلدة محنة أدى إلى إغلاق مدخل حي سكني تعاملت معه هذه الكوادر على الفور أيضا تعاملت أجهات المعنية مع إغلاق على طريق جديدة في لواء الكورة بمحافظة إربد وطريق عجلون وتم التعامل معه هذا الإغلاق كان بالأتربة والحجارة وأدى إلى إغلاق الطريق وقامت أجهات المعنية بعادة فتح الطريق أيضا غرفة العمليات في محافظة عجلون حسب ما أكد لنا المحافظة عجلون سلمان النجادة بأنها تعاملت مع انهيارات محدودة وهذه الحوادث أيضا ولازالت على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذا المنخفض والحالة الجوية حيث نتواجد نحن الآن في بلدة عبين التابعة لقضاء جنيد وكما نشاهد تشهد هذه المنطقة ارتفاع لمنسوب المياه هذه المنطقة وسط بلدة عبين قبل أيام جئنا ورصدنا الحال هنا ولكن الآن لازالت منسوب المياه يرتفع بشكل أكبر بسبب فيضان البركة المعروفة ببركة الحميرة فيضان المياه في بركة الحميرة أدى إلى وصولها إلى هذه المنطقة منطقة البيادر طبعا أجهات المعنية بداية تواصلنا مع الأشغال وقالت بأن هذه المنطقة ليست من اختصاصها وقامت بوضع حواجز اسمنتية حفاظا على سلامة المواطنين وقالت بأن هذه المنطقة تتبع لبلدية الجنيد مدير منطقة عبين في بلدية الجنيد مازن المومني أوضح بأنهم قاموا بمحاولة معالجة هذه المشكلة ولكن على ما يبدو بأن ارتفاع منسوب المياه حالة دون ذلك ولكنهم قالوا بأنهم خاطبوا أجهات المعنية لإجراء دراسات ومحاولة فتح تصريف لمياه الأمطار في منطقة البيادر طبعا كما نشاهد في الصورة هذه المياه داهمت العمارة المجاورة عدة مرات وأدت إلى إغلاق الطرق المؤدية إليها هناك شكاوى ومنشدات من السكان بحل هذه المشكلة المشكلة الكبيرة بالنسبة لهم بسبب ارتفاع منسوب المياه إغلاق الطرق إضافة إلى وصولها إلى عامدة الكهرباء عامدة الضغط العالي ووصول المياه إلى منازلهم طبعا هذا الحال يستمر خاصة قبل يعني منذ عدة سنوات ولكن ما يفاقم الموضوع توسع العمراني في هذه المنطقة وإغلاق الطرقات المؤدية إلى مئات المنازل هناك مخاوف من السكان من الأطفال ومن وصول الأطفال إلى هذه البركة ما يؤدي إلى غرقهم لا قدر الله لغاية اللحظة لم يتم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه ببركة الحميرة نعم لغاية اللحظة هذه البيادر بركة الحميرة مجاورة لكنها تصرف المياه على هذه البيادر التي نشاهدها الآن في الصورة البيادر وجراء ارتفاع منسوب المياه لا يوجد عليها أي جدار استنادي أو أمر قد يحميها طبعا في الصورة كما نشاهد هذه صيفا تكون ملعب لكرة القدم ولكن شتاءا كما نشاهد الصورة بلدية أجنيد وسكان أوضحوا بأنها قامت بمحاولة فتح المعبر الرئيس وتصريف المياه منهل تصريف المياه ولكن كان هناك خطأ في التعامل مع هذا المنهل ما أدى إلى إغلاق هذه العبارة وفيضان المياه وارتفاعها بشكل كبير طبعا روز هناك تحذيرات من أجهات المعنية هذه الليلة حيث نتواجد نحن الآن في منطقة عبين قضاء جنيد التي تشهد أعلى نسبة هطل مطري في المملكة هناك تحذيرات فيها وفي محافظة عجلون وجرش من تشكل السقيع والانجماد الذي قد يؤدي لا سمح الله إلى الانزلاقات إضافة إلى هناك ساعة الليل التنبؤة الجوية تشير بلا أن الضباب سيكون ملامس لمستوى سطح الأرض ما يعيق حركة المرور المركبات في عدد من الشوارع الرئيسية طبعا الشوارع الرئيسية في محافظة عجلون في عنجرة وفي كفرنجي وفي عدد من المناطق أيضا تشهد ارتفاع كبير لمنسوب المياه ارتفاع منسوب المياه يعيق حركة المركبات ويشكل خطورة على حياة السكان كما ذكرت سابقا محافظة عجلون سلمان النجادة الذي أعلن بأن غرفة العمليات على أهبة الاستعداد وبأنها قامت بالترتيب مع كافة أجهات المعنية للتعامل مع هذا المنخفض ولكن أيضا في عين جنة حيث رصدنا مساء اليوم انهيارات لجدار استنادي في منزل هذه المنطقة تشهد خاصة مع ازدياد كمية الهطر المطري انهيارات وهناك مخاوف من السكان وهناك منشدات للجهات المعنية بأن يتم معالجة هذه الانهيارات خوفا من وصولها إلى المنازل ولا تشكل تصدعات في المنازل روز طبعا كما ذكرت لك هناك على جميع أخذ الحيطة والحذر خاصة مع ساعات الليل بسبب تشكل السقيع والانجماد إضافة إلى ارتفاع سرعة الرياح في هذه الأثناء تنخفض درجات الحرارة في محافظة عجلون بشكل كبير ونتمنى السلامة للجميع شكرا مراسل المملكة من عجلون أسامة المومني